ومعنا عبر الأقمار الصناعية من مغداد طارق حرب الخبير القانوني يوسى طارق كيف توصلت إلى نتيجة أن بإمكان المختلص أو من عليه قضايا فساد مالي تصل إلى مليار دولار بإمكاني الدخول إلى مجلس النواب المقبل أو الترشيح قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك وشكرا لمشاهديك الكرماء الأسخياء سيد الكريم في كلا المشروعان المشروع المقدم من الحكومة والمشروع المقدم من رئاسة الجمهورية خليا من نص يقضي بمنع من ارتكب جريمة الفساد المالي والإداري من الترشيح معنى ذلك يعني مثلا اشترت في المرشع عراقي أهلية كاملة أمر 25 شهادة مساءلة وعدالة أن لا يكون أثر على المال أن لا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف الواقع بعض من جرائم الفساد المالي مخلة بالشرف صح لكن الأغلبية ليست مخلة بالشرف فالمشروعان الذين أتياه من الحكومة ومبرئات جمهورية كان خاليين من نص يمنع دخول من ارتكب جريمة مخلة بالشرف إذا علمنا أن 95% من أحكام المحاكم التي تزورها المحاكم العراقية في قضايا الفساد المالي والإداري هي غير مخلة بالشرف لماذا؟ لأن لا نستطيع أن نصل إلى السرقة أو نصل إلى الرشوة فشي قصره أما 331 أو 340 أو 341 هذا يتكلم عن جريمة الإضرار بالمال العام أو الإضرار بالصالح العام وهذا ليست من جرائم المخلة بالشرف وإنما جرائم فساد مالي وإداري وبالتالي الذي أضرب المال العام بالمليارات بإمكانه الدخول إلى مجلس الواقع في حين الذي زورنا وثيقة مال ابتداء أيها لا يوجد جرائم أكبر كم يوم لا يوجد يدخل ليش لأن القالوج قال لا يجوء من شروط الترشيح إلى مجلس النواب أن لا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف والتزوير جريمة مخلة هل من طريق السادة طارق؟ الآن كنا نتكلم عن جريمة هل بالإمكان استدراك مثل هذه الملاحظة واعتبار كل من أضرب المال العام أنه لا يمكن أن يترشح إلى مجلس النواب أو أي انتخابات أخرى الأصول كذلك أربع خمس جلسات بمجلس النواب جابة وخمراء انتخاب وجيب أفلان وود علان وجيب فستوقة وودبث وكلها ما محد قال يا ما ترى المشاريع القوانين جلت من فخامة رئاسة الجمهورية ومعالي رئاسة الوزراء لا ترى ما بهذا الشرط لا ويمكن قد تكون مقصودة تريد جنابك لأن قبل سنة وقبل ثلاثة أربع سنين لما صدروا وقالوا العفو العام شملوا جرائم الفساد المالي والإداري بالعفو هذا الأساس نحن نبهنا إلى هذه القضية قلنا لهم يا أصحاب الشعل فينا يا ولاة أمورنا يا نواب أنتم واللي جمعتهم العشرات والمئات القاعدين كخبراء قانونيين يعني دوركم هو نقد مثل هذه التشريعات هذا النقد والتنبيه وصل إلى فقهاء الدستور ومن يعكف على كتابة هذه القوانين بحيث يمكن استدراك هذا الموضوع لو أنه مر خلص يعني سيكون قانونا نافذا ولا يمكن انطعم به بأي حال من الأحوال غدا جنابك إن شاء الله تنعقد اللجنة وبلك تأخذ بوجهة نظرنا وإذا هم يريدون المجلس النواب يحمل قطعة مرحبا بكل الفاسدين روعة لأنه إذا ما يخلون شرط يمنع صاحب الفساد المالي والإداري اللي يرتكب جريبة فساد مالي وإداري وأكثرها إضاءة أضرار بالمال العام وأضرار المصلحة العامة يعني معنا ذلك واحد يرفع على رأيه ويقول مرحبا بالفاسدين في مجلسنا والسلام عليكم ذكرت في سياق الكلام أكو مشروعين أو أكو نسختين نسخة من رئاسة الجمهورية ونسخة من الحكومة العراقية هل هذا يعني أن هناك تضاد في وجهات النظر ما بين الجهتين كل وحدة قدمت نسخة كل وحدة قدمت رؤية فيما يتعلق به قانون الانتخابة يختلفان في الأحكام التي أورداها رئاسة الجمهورية أحكام خاصة بالانتخاب ورئاسة الوزراء أحكام خاصة بالمجلس الوزراء أحكام خاصة بالانتخاب لكنهما يتفقان في أن لمن ارتكب جريمة فساد مالي وإداري وخاصة على المواد 331 و341 و341 اللي هي الإغرار بالمال العام والمصلحة العامة بإمكانه الدخول إلى مجلس النواب معززا مكرما شكرا جزيلا طارق حرب الخبير القانوني كنت معنا مباشرة من بغداد